إذن في ظل الأزمة الاقتصادية معنا شوية فلوس صغيرين سواء من مرتبك بعض المدخرات هتعمل بيهم إيه؟ كلمنا عن الشهادات وقلنا الناس الكونسيرفاتفز اللي هو متحفظين في استثماراتهم مش عايزين يدخلوا أي مخاطرة استثمارية وفضل أنهم يحطوا فلوسهم في الشهادات طب الشهادات بتعمل إيه؟ بتحفظ قيمة الأصل من التآكل إحنا جماعة عندنا حاجتين بيعملوا تآكل لقيمة الفلوس التضخم من ناحية أن الأسعار بتزيد بشكل كبير وكمان سعر الصرف إن أنت سعر الصرف خلاص اللي كان الميت جنيه بقت بتجيب كذا دولار وكانت بتجيب كذا دولار يعني خلاص بقى أسعار الصرف بقت مضحكة كمان فإحنا دلوقتي فوق الخمسين في سعر السوق السوداء فإيه لي يحفظ الفلوس من التآكل؟ هو أن أنت تضعها في وعاء الدخاري يستطيع أو استثماري يستطيع أن يقافز على أصل الفلوس جزء منه الشهادات